لقاءات روحية تقدم البوق الروحي فقرة أرثوذكسية يومية اليوم وكل يوم معدى الأحد ما من شك في أن رفضي القداسة التي ينتهجها البعض في التزام طاهر وعلى ما جاء في التاريخ لا يجهلون حقها مشكلتهم أنهم يعرفون ويتهربوا ويبرروا ولا أقول هذا بغية إدانة أحد وعنما لأني أثق بأن الله وضع نوره في قلب جميع الناس وتركهم أحرارا لأن يقبلوه ويرفضوه يقول أحد الخدسين أنا أحب الله لأنه ترك لي الحرية لأن أقبله وأرفضه ويقول رسول بولوس في رسالته الأولى إلى كنيسة كولينثوس نحن جهال من أجل المسيح ولعل هذا القول يعني فيما يعنيه في هذا الصياق أن تهمة الجهل التي يطلقها البعض على مختار الله يقبلها بفرح محب يسوع الذي هو حكمة الله وقوته والصابرون للإهانة ينارون التهيئة ذلك أنهم يسمعون الله يقول لهم في قلوبهم طوب لكم إذا عيروكم واتهضوكم وافطروا عليكم كل كذب من أجلي افرحوا وابتهجوا إن أجركم في السماوات عظيم فالذين انتقضون أحبة الله يدينون أنفسهم والفاهمون ليسكرهم أن استهزاء المستهزئين يعطيهم التطويب وإنما فهمهم ذاته يقودهم إلى أن يرثوا لمثل هؤلاء ويحاولوا أن يخلصوهم منتشرين إياهم من النار لألا يقعوا في يدي من يخاف يومه كل بشر إن من عرف أن غاية الحياة في هذه الأرض هي القداشة التي بغيرها لا يرى الرب أحد كان سلام الله عليه أما المتراتدون فليخافوا من ضعف بصيرتهم علهم يخشعون أمام صبر الله عليهم ومحبة إياهم ويتوبون لأن الله قادر إن غيروا موقفهم على أن يجعلهم أولين في القداشة والمحبة التي هي وحدها حقيقة الوجود عن نشرة رعيته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر